بعض الانهاءات ويرى المشروع النور حيث تواصل الملاكات الهندسية في العتبة الكاظمية المقدسة العمل على إنجاز مشروع توسعة بناية مركز أحياء التراث إن شاء الله تم إنجاز هذا المشروع حاليا بما يقارب نسبة 98 إلى 99% حاليا المتواجدة تفاصيل ملاحظات بسيطة وتم إنجاز المشروع بدقة عالية وبجودة ممتازة وذلك حسب توجيه الدكتور حيدر الشماري أكثر من 90% هي نسب الإنجاز التي وصلت إليها الملاكات الهندسية في هذا المبنى حيث تم إنشاء عدة قاعات للمركز فضلا عن مراعاة شروط السلامة العامة وتفعيل خاصية الإطفاء الذاتية لكون هذا المبنى سيحتوي على كتب وملفات تاريخية وإرث تراثي عريق تم التنسيق مع قسم الشؤون الهندسية بوحدتين هي وحدة الدراسات والتصاميم ووحدة الإشراف والتنفيذ حيث واجب وحدة الدراسات والتصاميم إعداد المخططات المسبقة للمشاريع ومنها المخططات الإنشائية والميكانيكية والكهربائية ووحدة الإشراف والتنفيذ وواجبها هي تنفيذ هذه المخططات وتم التنسيق بين الوحدتين لإضافة حجر الأساس لهذا المشروع وتم المباشرة بإضافة هذا الطابق إلى المركز ويعد مركز أحياء التراث من المراكز المهمة في العتبة الكاظمية المقدسة لكونه يضم الكثير من الكتب والمستندات التاريخية والإرث الحضاري العريق فضلا عن إقامة النشاطات الثقافية التي تحافظ على ذاكرة الماضي لبرنامج هونالكاظمية على الأنبار